أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة طبعاً أغلبنا بيبقى عايز يعرف أو يتأكد هل هو بيعاني من رائحة فم كريهة أو لا لأن فيه ناس كتير بيبقى عندها رائحة فم كريهة وهي مش عارفة أو مش واخدة بالها النهاردة هنتكلم على أربع اختبارات سهلة جداً وبسيطة جداً تقدر تعملهم في البيت واللي بيهم تتأكد إذا كنت بتعاني من رائحة فم كريهة أو لا وقبل ما ابدأ فيه الاختبارات عايز أقول لكم طبعاً أن الشخص اللي بيعاني من رائحة فم كريهة غالباً ما بيخبره الآخرين من وقت الآخر يعني على مدار حياته أكيد فيه شخص أو اتنين قالوا له مثلاً أنا حاسس أن ريحة بقك متغيرة هل أنت بتعاني من رائحة فم كريهة أو بيعزم عليه مثلاً ببنبون أو حاجة فيها نعناع أو لبان فيه نعناع وبالتالي الشخص دوت تدريجياً بيبتدي يعرف فعلاً أنه عنده مشكلة كمان الشخص لو محدش أخباره والشخص الشاكك أنه عنده رائحة فم كريهة ممكن يسأل شخص موثوق فيه يبتدي يسأله هل أنا حاسس أن ريحة بقي متغيرة يا طرح حاسس أن ريحة فم منعشة ممكن يسألها له بطريقة غير مباشرة ويبتدي يعرف الإجابة أو الرد لكن لو ده ما حصلش أو ده ما حصلش بالتالي لازم نبتدي نعمل الاختبارات اللي هكلمكم عليها علشان نتأكد إذا كنت بتعاني من رائحة فم كريهة أو لا طبعاً الإختبارات دي بتتعمل بطريقة عشوائية على مدار اليوم ولكن أهم حاجة الشروط علشان تعرف وتتأكد فعلاً أن عندك رائحة فم كريهة أو لا أن تكون مش غاسل أسنانك مش غاسل الفم مش مضمض يعني الفم زي ما هو ما تكونش حاطت فيه أي منتجات أو أي مضمضات أو أي معاجين وما تكونش كمان واكل أكلات بتعمل رائحة جميلة زي مثلاً الأورنفل أو النعناع أو ما تكونش واكل حاجة بتزود من رائحة الفم الكريهة زي البصل أو التوم وأول اختبار هو زي ما انتوا شايفين في الصورة بتبتدي تلحس إيدك زي ما انتوا شايفين في المكان دوت وتستنى تنشف ما بين خمس لعشر ثواني وبعد كده تبتدي تشم الريحة اللي كانت في إيدك هل هي رائحة عادية أم رائحة كريهة والأفضل لما تعمل الإختبار دوت تبتدي تلحس اللسان من الداخل لأن اللسان من الخارج غالباً ما بيبقاش فيه رائحة كريهة وغالباً بيبقى سلف كلينج أو بينظف نفسه بنفسه فالأفضل أن انت تلحس الإيد من الداخل شوية أو من اللسان من الداخل شوية وبعد الاختبار ده طبعاً ما تنساش تخس الإيدك كويس بالمية والصابون والمطهر وتاني اختبار معنا هو مسحة من اللسان من داخل اللسان سواء بالإصبع أو بقطنة بتبتدي تشوف الرائحة اللي طلعة في الإيد أو الرائحة اللي طلعة في القطنة هل هي رائحة مقبولة أم رائحة كريهة وطبعاً الأفضل أن احنا ناخد المسحة دي من اللسان من الداخل يعني اللسان من وراء لأنه ده الجزء اللي بيعمل رائحة فم كريهة مش الجزء الأمامي من اللسان وطبعاً نخلي بالنا لأن في ناس طبعاً بيحصل لها زي جاج رفلكس أو بيحصل لها غثيان وقيء لما بتدخل مثلاً إيديها أو القطنة في اللسان من وراء وثالث اختبار هو أن تشم نفسك بطريقة مباشرة عن طريق أن أنت بتغطي الفم والأنف بإيدك زي ما أنتوا شايفين وبتبتدي تتنفس من الفم نفس طويل من الفم بتطلع ذفير وبعد كده بسرعة بتبتدي تشمه أو تاخد شهيق سريع من الأنف وتبتدي تشم هل الرائحة عادية أم الرائحة كريهة ورابع اختبار هو أن احنا بنتنفس في كوب بلاستيك نضيف بنحط الكوب البلاستيك زي ما أنتوا شايفين بيغطي منطقة الأنف ومنطقة الفم بتبتدي تطلق ذفير قوي من الفم وتبتدي تشمه أو تاخد شهيق من الأنف سريعاً وتبتدي تشم رائحة نفسك هل هي رائحة عادية أم رائحة كريهة وطبعاً الكوب دو بيبقى بلاستيكي بيترمي على طول أما لو استخدمت كوب زجاجي لازم لابد طبعاً من غسله كويس جداً وتطهيره قبل استخدامه في أغراض تانية دي كانت الأربع اختبارات اللي بيها تتأكد فعلاً إذا كنت تعاني من رائحة فم كريهة أو لا وهسيب لكم في أول تعليق مثبت وفيه صندوق الوصف لينك لثلاث حلقات الحلقة الأولى هي أسباب وعلاج رائحة الفم الكريهة وتاني حلقة هي وصفات طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة وتالت حلقة هي مضمضات طبيعية تقدر تصنعها في المنزل برضو لعلاج رائحة الفم الكريهة أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ولو في حد عنده أي استشارة طبية مش بس فيه موضوع النهاردة ولكن في مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة بيتفضل فيه التعليقات برد على كل أسئلتكم لايك وشير للحلقة ده دعم للقناة بتمنى لكم دايماً يوم سعيد وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر